أهلا بكم من جديد مشاهدنا تستمر الأمطار رادية إن شاء الله في التساقط إلى غاية مساء اليوم وهذا على المناطق الشرقية وفي هذا الإطار مشاهدنا أكدت صبيحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من الدرجة الأولى على استمرار تساقط الأمطار رادية ومعتبر محليا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم عبر كل من ولاية زوزو بجايا جيجلسكيكدا كذلك ولاية سطيف ومدينة برج بوريج إن شاء الله يارب تكون أنطار خير الآن نروح نشوف التفاصيل بالنسبة للتوقعات خلال الساعة القليلة المقبلة حسب خارطة توزيع تساقط الأمطار بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس أجواء نوعا ما تكون ربعية مستقرر عبر مختلف ولايات الوطن وهذا بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس إن شاء الله لكن بعد الظهيرة خاصة يومي الأربعة والخميس سنسجو بعض القطرات من الأمطار وهذا أغلب المناطق الداخلية للبلاد أمطار رعدية موسمية ستتميز بعد الظهيرة في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية ساعة التاسعة ليلة بعض القطرات من الأمطار على فترات عبر مختلف المناطق الداخلية للبلاد الآن مشاهدين نحن نشوف الكتل الهوائية ودرجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس بالنسبة ليومي أقول ثلاثة والأربعة قدر من درجات حرارة فصلية ستكون إن شاء الله ما بين حوالي 20 إلى غاية 25 ويمكن أن تصل إلى غاية 28 درجة وهذا على أغلب المناطق الشمالية للبلاد لكن بداية من يوم الخميس تعود الأجواء الحرارة ودرجات الحرارة الغير فصلية نوعا ما شبه صيفية سنسجلوها بالمناطق الشمالية وهذا بداية من ظهيرة يوم الخميس المقبل كونها ستتراوح ما بين 30 إلى غاية 35 درجة مئوية تحت الظل فيما يخص المناطق الجنوبية خلال الظهيرة تستمر الأجواء الحرارة ودرجات الحرارة القياسية ما بين 40 إلى غاية 45 درجة مئوية كأعلى من قياس مرتقبة على إنكزان بورج بجي مختار أدرار إن صالح وصولا إلى غاية منطقتين إليزي وجانات إن شاء الله فيما يخص شمال الصحراء والجنوب الغربي تبقى دائما نوعا ما فصلية ما بين حوالي 30 إلى غاية 35 درجة إن شاء الله أما فيما يخص فترة الصابحة وحتى الفترة الليلية على المناطق الشمالية اللحظة يعني استمرار حضور اللون الأخضر يدل على أن الأجواء نوعا ما ستكون باردة نسبيا خاصة على المناطق الداخلية ستكون ما بين حوالي 10 إلى 11 درجة فيما يخص المناطق الساحلية ما بين 15 إلى 19 درجة جنوب البلاد ما بين 20 إلى غاية 25 درجة إن شاء الله نحن نشوف حالة البحر المرتقبة بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس سباحا نوعا ما قال الإضطراب إلى مضطرب محلي خاصة على السواحل الغربية والوسطى وهدئ على السواحل الشرقية سرعة الريح فيما يخص سواحل الغربية والوسطى تكون ما بين 40 إلى غاية 60 كم في الساعة ولن تتعدى 30 كم في الساعة على السواحل الشرقية مشاهدنا بهاتي توقعات تصل لطيورقة حوالي التقصى العودة إلى سميرة ستكون بعد الفاصل